المصنفة أولى على العالم الأسترالية أشلي بارتي تبلغ نهائية بطولة أستراليا المفتوحة لأول مرة بعد تجاوزها عقبة الأمريكية مادسون كيز بمجموعتين للشيء تفاصيلهما 6-1 و 6-3 فوز سهل احتجت فيه اللاعبة الأسترالية إلى ساعة فقط لحسم تأهلها للنهائي لتصبح أول لاعبة أسترالية تبلغ نهائية هذه البطولة منذ ويندي تورنبول عام 1980 وتبصم بارتي على مستويات رائعة في ميلبورن إذ لم تخسر أي مجموعة وفقدت إرسالها مرة واحدة في ست مباريات وتأمل بارتي المتوجة في رولانغاروس 2019 ووينبلدون في 2021 في أن تصبح أول أسترالية تتوج على أرضها منذ كريس أونيل في 1978